أدانت مصر ما أقدم عليه جيش الاحتلال الأسرائيلي من قصف لمدرسة تأوي نزحين في دير البلح بوسط قطاع غزة وكذلك قصف قوات اليونيفيل بجنوب لبنان وأكدت الخارجية أن مواصلة جيش الاحتلال جرائمه الشنيعة على مدار عام دون مساءلة دولية أدى لتماديه في انتهاكاته للقانون الدولية مطالبة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان والعمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر كما طالبت الخارجية بضرورة التزام الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها